حاش يا دوم الزويني عزيز علياد شم اسم يتوني طل حاجات جميلة كده سبحانك يا ربي مبارح أخي بيبلغني كده حاجة يعني هي حاجة أنا هامش الموضوع ملوش علاقة بموضوعنا خالص يعني بس حاجات جميلة قوي بيقول لي فيه لعيب لعيب كرة والله المصريين هتوا مخوتي وعزاز علي والله وما تدي لهاش من نقلة صواب والله الاخوان تا ما عندي تشي مشكل مع المصريين وعزاز عليها وكلهم إنسانيين وناس بحالي بحالهم ونا إنساني وما تنفرقش ما بين الناس ولكن الهضرات يا لكم شوية فيها الرملاء والله الاخوان تتجيني فيها الرملاء ما عرفتش قدر نكون غالطة ولكن فيها تحلوين بزاف عيب يقول ده في نادي اسباني اسمه نادي برشلونة اللي عبده اسمه ميسي بيقول اللي عبده وده برشلونة ده بتقول برشلونة مفيهاش الرملاء قطة مغريبة يقولك البارسا البارسا فيها الرملاء البارسا معا بلعبه البارسا لعبه البارسا لعبه معه معه وازم بجيش الرملاء صحي احنا الهضرات يا لنا رمله فري لعيب يعني هو بيوصف يعني بيقولي لعيب ملوش مسيح مفيش منه اتنين في الدنيا دي كلها قبلك لعب خطير جدا وهدف جدا وسنوه 23 سنة وهو خد احسن لعب في العالم فيديو قديم فبدحك معه بقوله بقوله يا سلام لو احسن لعب في العالم ده لو يسلم يقدر ربنا سبحانه وتعالى كان ذا كان اقوله من فترة يقدر ربنا سبحانه وتعالى مبارح يقولي بغين يديروا بغين يديروا الدرة لكل شي بغين يديروا اتصالة عيمة بغين يديروا الدرة لعالم كامل الليبان وحده تتلعب الجنباس بغين يسلموها وحده هالشي تيبدأ من نار من نار خوك تي نعم عليه الله وتي حرق ولا تيمشي في شي باركو ولا في شي ميكا مقطعتي وصل لسبانيا وغادي وتي تتجوش شي تيدي تتجوش شي زعراء ولا شي حاجة يقول لك انا دخلتها سلمتها دخلتها الاسلام وهنسمي واخا ديشق وهنسمي وفا طيما وخصت دخل الاسلام وخطنت الولدك وعرشت بادي وخليه بنادم يعيش هال نخسر في الأدراع وتاني خليه بنادم يعيش سافي ضروري واحد عالم خصو يسلم واحد مو غني خصو يسلم واحد يمثل بورنو خصو يسلم ويحسون ويسلم ووحده مو متيلة شحال رزونا من مو متيلة انا مو متيلة كانوا عتيش حال من وحده كنت نستمنع لها كنت تعجبنيها صاحبي في يامت شحال هذين مسلسالات والأفلام وذلك شي وتتشوية يقول لك هلاش هذي مبقعتش تتمتل وارا دارت الدرة سافي دخلها شي شي خالي يجيش مئة مليون دولار ذات الدرة وتيبقوا صاحبي رازيين نحنا يتمقون تفرجوا في النطيحة والمتردية وما أكل الفار وشوف خبر اسلام ميسي فتولي سبحان الله قال لي والله أسلم أسلم وهو بعدما أسلم بيقول لنا خايف ها اعد المرات اللي مرات التي زاربو علي فانت معًا انقدرش ما تركزس معهم عزي فتي يزاربو علي أولا دالحرام اسلبياها 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 أن النادي يأخذ موقف مني، وجمهوري يأخذ موقف مني، والناس يزعل مني، لكن أنا لقيت نفسي في الإسلام سبحان الله، فتخيل لما يكون إنسان ربنا بيهيأه أن يكون موفق بصرف النظر، أنا مش بكلم عن الكورة ولا كذا أنا بكلم عن أي حاجة، تخيل لما ربنا يهيأه أن يكون موفق جدا جدا وأحسن لعب في العالم عشان يقوله في النهاية، أنت اللذات لازم يسلم، فلما تسلم تكون مثال يحتدأ لكل اللي بيحبوه جماهير كثيرة جدا ما هو، بيقول لي ده أحسن لعب في العالم، ووقت أحسن لعب في العالم يعني بجدارة واستحقاق يعني راجل اللعيب فعلا يعني فتخيل ده كم مليون واحد بيحبوه، مش في البلد اللي هو فيها وده بتوزي صاحبكم البارسر بحث لي برتبول بتلاتة لزير وغيرها الكاكل والسياد رأى ميسي اللي الكامل هو تيقيم الليل، وتيقيم وتيقيم ما عش سياد، اللي الكامل هو اختامة صحي ميسي رأى تيقرأ القرآن كامل بصبليونية وبالعربية، اللي الكامل هو تيقرأ، تيختموه في ليلة، هاتي يلعب ماليفيربول، واسعبكم ديك كوفرة دخلات غيرها الكاكل والله هاديك كوفرة والله العظيم، اللي ما تنآمنش به، أن هاديك الكوفرة ديك الكورة ما كانتش غد دخل سنة هدر معاكم، والله كل ما قاية الكورسي ما يضرب ديك الكورة شوية الريح وتمشي الكاري، تمشي الزاوية تسعين والله العادي ما عاودوا تشوفوا الفيديو، وعاودوا ركزوا مزيان في العرض الباطئ، وغادي تشوفوا بأن الكورة غادة خارجة، وغادي تشوف بحالي سطع لها شي مالك ودخلات في الزاوية تسعين ورأى ميسي سلم يا زحبي بس لقى ده في بلاد العالم كلها ممكن تلاقي مليارات متابعينه لا نفخد يال جبريل فادي الحالة ما كانش بحال ديال نفخد مريم لأنه كن حمل الكورة والله ميسي تخال بقى من الناس دولتي لقوا اللي حتى فعز مجدو كده وقال أنا صالح منافق يا زحبي صالح صالح منافق يظهر الإيمان ويبطل الكفر وعطى غلق صايا روش سرابه دكشي ميسي تشربه أزي ما لقيتش نفسه غير في الإسلام، هو الإسلام هو بس مرر بإذن الله، هو مارك الحمد لله والله يخرزنا من هذا الدار العيب بلا عيب الإخوان شكونا تعوتاني؟ ما هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى أحذر أحذر kita كيف تطعم الجن؟ ها ها انا مجد يا راعوه ولا قوت ...وتفا والله الاخوان تكون مجد بس تسوم رمضان اوك اتركته اSA باmera 2019 سالreich اه اه..ايا رب الله يا رب الله ووف من بعد ما يجئت يقول لك دير منادارات ومحاذارات الاخوان ها سمعوا رابطون تعليق على إخوان سمعوا وضفاك على عباده الذين اصطفى كيف تطعم الجن كيفية اطعام الجن إزاي بتطعم الجن المسلم الجن المسلم تجيبوه من الخيرية يدي الجنون وتترقد ليه ضيمات طريقة سهلة وبسيطة ولا تكلفك شي قيدوا على إخوان قيدوا اللي عنده شي جن اللي عنده شي جن ولا جنية مسلمة يكا أخويا للحياة مسلم اللي عنده شي مسلمة متحجبة وعنده شي مسلم بولحياة يجن بولحياة مما يوجد رائع بطريقة سهلة وفابور يعني ما تخسروا له فقط هتأتي بالعظم أوكي 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 وبزف وكل سمانة ولادي تنقول لكم آننبي ولكن ده بتأكد ما يمكنش واش قلت الإخوان العظومة ولا ما قلتهاش ده باي بيني وبينكم قلت العظومة ولا ما قلتهاش ايه بزيف يا صاحبي ما قلتهاش فاضى منك من الأكل يعني العظم بتاع الأكل اللي انت فيض منك وبتنحيه جنبا جانبا بتضعه في مكان معين وهو بتقول هذا طعام إخواننا من الجن المسلمين ده با ديور 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 صلاعة معامرين بالعظام ماذا لم تظهر في الطياب محتوى تسمى شيء عدماء العدم ديال الدجاج هذا القادوس فاك بس هو اللي كل اللي بتعمل تاخد العض جمعه في مكان بنية اطعام الجن المسل دب انت عمرت لنا الميموار ديال انترنت بهذا الخارقة صعبي محشوماش عليك أخويا اللحية كنا مشيتي صليتي واستجمرتي كرة هنيتين هذا هو معمر الفيسبوك والبيتس والبيتس والميموار يزيدوا علينا في الطول الفلوس وذاك شعله هذا يقول لنا كيف اشتوكلوا جنون ماذا الدليل على الكلام هذا؟ الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال هذا معنا شي صلعومي كرح حياته والله الإخوة معنا هنا شي صلاعي مفروم كره حياته كره حياته لنتم تسمعوها دخونا هذا يقول لك وكما قد تخرف أقدي المشاعيع يخوروك وكما كان مكين في الدين هذا هو يقول لي الدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو يدير ناري يعلم موصيب ناكست يبرا هو اللي يكتب ناكست دا بذك الصلعومي يكتب دا با ناكست ما بغيش يسمع قول الرسول اه اتاني وفد جن نصيبي فسألوا الرسول جا عندو جروب ديال جنون جون الزاد فدعوت الله لهم الجنون قبل صلع ما كانوش تيأكلوا تاجر صلعام ودبتي والتي جيب لهم القس كانوا صايمين من نار خلقهم الله تعانا وما صايمين تتسنوا الرسول لدير لهم الواليهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعما يعني العظم بيذكروا عليه كلمات أو بيقولوا عليه كلمات بيرجع كما كان لحما تبو الروث هو طعام دوابهم وهذه الطريقة مجربة وقد يعني الملخص هو الجنون تيأكلوا العظام والخرق الجنون يعني هذه الجملة كاملة في أغير المشاكل الجنون تيأكلوا العظام والخرق كان يفعلها بعض الناس فرأى في منامه أشخاص لا يعرفهم قال لهم من أنتم قالوا له نحن جن مسلمين نريد أن نكافئك على ما صنعت معنا قالوا له أنت أطعمتنا ونريد أن نكافئك لأن امرأة وش شيء القاديرة في هالمكافئة هالإخوان ها أنت أغير بعض ضيمات بتجيب الربح مصابة بحسد كانت امرأة مصابة بحسد نري غير الخرافات في الشيء من اللي تيقول من بدأ الفيديو غير الخرافات الجنون جاو عنده قالوا له مرتك مضروبة بالحسد ما فاك يعني ما كنت شي حاجة هنا علمية صحيحة شي تخرب والو يعني كون غير قالوا له مرتك في هالبوسر بعد أن قدروا نسلكها فعلا وهو لا يعلم وقالوا له وخالب بسر هيقدر يكون عارفها لأن العلاج كذا وكذا وكذا مرتوزة وكانت فعلا امرأته مصابة بحسد وهذه الطريقة فعلا مجربة ولا تكلف شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا مزيئة والسلام عليكم والله أخو يا الله يززك بخير حنا نقولها لك بحلخوزك جنون نقولولك الله يززك لا يخلف عليك على هذه الوجبة الصحية وجبة وجبة صحية دابا واحد مضرب بالحسد كيفاش غادي تعرف بأنه واحد مضرب بالحسد أصحب يعني آن بدأتنا نحن نحلو الحوانة ديل الرقية الشرعية المرأة اللي جات لي هزا نقولولي هارك فيك الحسد نجي نحيد لك الحسد ولا كيفاش الله إلا الناس عارفة كيفاش تعيش وإحنا يا غالسين هنا يتنضيعوا الوقت في البالة صحبي كل واحد يحل شي العيبة دير يا كل الحيا شنو الانفستيسمون اللي تتدير والو غير الحيا الحياة تتنضف أبور في وجهك الحياة تتنضف أبور في الوجه ما تتخسر عليها والو سأل الحياة نايدالك بحلقة سأل الحياة تتنضف أبوراوتا الأنصاري وهان تراقي شرعي ودير لك شي العيبة مننا شوية الخشلاء صوب لك ذاك البرتوش اللي كنتي تتصلخ فيه الحنش صوب تمد حط شي قرآن حط رياض الصالحين منهج السنام حط الأرباعي منهوية حط شي العيبة التمى شوية ديال الشمع شوية ديال السمق شوية ديال الدون شية خربايقات منه نوت سابع وقل لهم أنا راقي فاللي جت ما ضربها بالحسد ولا ضربها بشي حاجر شنا دعوا تاني شنا دعوا تاني نرين بونانك خوتي بزافتة الناس غالي يتفاجئوا من هذا الفيديو ومالوا قلسة نايا مالوا على هذا الحال هاتي مو الساخ ودير تي شيرت ودير في الصحراء ما علاش والخرين تي حفروا في الأرض شنا هذا الخرادة مش لشي مقبارة ولا وكي راش خصيان تمت نجيل هذا الفيديو هادا لجوش تعد أسباب وهذا علش ما تطنوط ليل الحياه هذا يقل لك ذاك الشيخ صار بأنه درش يدوه ولا ينوط ليل الحياه هادا مالوا ما تطنوط ليل الحياه يقدر يدير ذاك البومادة اللي قال لنا ذاك خونا ذاك إملا ولما نعرفت تطنوط ليل الحياه هاداي كلها الأول أننا وحنا فيعلين لقينا الكنس وأن هذا المغرب هادا كينفها بزافتة للكوند ولي الله الحمد والسلف التاني تهدو مسحاب الكنس نحنا بحال بحال ماشي بحال الكشفارة التي يجيبوا تكشير 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 تطور السلام عليكم اخوتي هادنا الغلم Latir ف ينتظر بعض هذه الفيديو فهي طريقات عارتي ولله العادي ما تنكن يطورو هادلا تمثيلين هادي وجاد ضرباتهم واحد الريح وحل ذيك ريح اللي ضربات جيش الأحزاب ضرباتهم واحد الريح صرص Öyle ننتظر ريح whole شعر جهوب جلالة بودكش يعني الله كاعي عليهم الله ليه وماش يدفعوا عليه كاعي عليهم يدي الشعب ما باش يورينا الكنز فينا كين وهذا الناس بقيت تخزمت معاهم الله ما باش يبين وجاءهم الأسباب هم عارفين ناحية يا أخويا البعناني ورّينا الكنز في هذا الشيء دير لي ايانا خطفة فيهن الساعة ورّينا الكنز شنو فيه دابة بغينا نشوفو الكنز دابة فين الكنز؟ ها ورقة هاي لش بده ورقة قال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوت ها شتيش حل زوينة شهاده مؤثر والله نالقى ورقة في ذاك الصندوق فيها لا حول ولا قوة إلا بالله ها ها كيوت ها والله نالزوينه شهاده اه دار مجهود والله لا دار مجهود انتي بليها دار مجهود ولكن وخاوهم ضيع راسوا ولكنتي دار مجهود كبير يعني ديك اللعبة ديال انجمعوا الناس وانقول لهم القينا الكنز وانصوروا وغادي نكتبوا واحد الورقة فيها نحونا هنا قوة إلا بالله نديروها في صندوق وغنخرجوها وغنفجأوا الناس وانقول لهم ما لا القينا الكنز لا حول ولا قوة إلا بالله سير الله يغبر لك الشقف ها اه 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 راه يا اللايف ديالي مش ديالك ملا دادي غوت علينا بعلك وانده فاك grandparents gouORE ملا دا عح جموق على لقيتك هذا الله طبعًا عبكرا نoutine على رمامال التقيقات التي ستجاهلين إلى الفيديو هذا انppers حالتيقنا في هذا البديرة بلا والله إلى الرملت شوفوا المباشر في اليوتوب را فيه را فيه الفيديو أعطي معنق مزيان أنا متأكد مليون في المئة أن أغلبه مني منتصب القائمة يأمشي أربع أمضى رأك مسلمان أرأك مسلمان ربوكي بايا خامده والله لن يدرم له هنا في الجامعة صحبي لا حولكم اليوم خرجنا نسول الشارع المغربي يجحال خاصهم يشدو ديال صالح بش يعيشوف المغربي بحياة كريمة نشوف لي جابا ديالهم ونرجع لكم من لداتي يدرب حلقة يما خرجنا بش نشوفه بعد نسوله الشعب المغربي بعد شاءاتي يجمعه ديالما لش تتضرب عليكم بعد ما تمشوفي السالير ديال الخدمة زمان لا لا ما جي ديال الخدمة السالير ديال عشقرة والسالير ديال الخدمة السالير ديال سعودي والدفاك السالير خلصها تتخدم وتتخلص مليون مليون نشده في السالير الشعر مزيانة الشعر مزيانة مليون الله جعل البارك مليون نشعر نريب غض طرب و قتليه مليون نشعر مزيانة مالك أشباغك مليون نشعر شوية نشعر في السفيد ديال فوق ورح أسألك ما مشي مشكلة قولي الرقم ديال كوتوك مليون نشعر وقالي الرقم ديال مليون نشعر وقالي الرقم ديال كوتوك وقالي الرقم ديال كوتوك مليون نشعر أنا والمرأة أفوق خمسة ألف در أنا شعيشنا باخير الحمد لله ولكن لدي ديالولاد داره ورخص صالة يريد زاد حتى الولاد رك عارف المصارف ديالولاد وذكش الحمد لله شعيشنا الحمد لله اللي كان الدار اللي كان الدار موجود فهمش حل دبا أنا الحمد لله دار نفهمش قدروا يعطي ونادقاج فهمش نعيش وذكش دبا هذا بغي تجوج وبغي يولد وبغي يبقى عايش مع دارهم يعني بغي يبقى عايش مع دارهم يعني هاد الوالد والوالدة مع ممرهم غادي يتهنى وبنربي بربك يعني انت هاتبقى جاتم على الأعناق ديالهم حيات كاملة ومامساكن كبار وهدي وما زال وما اللي تيوكلك وما زال الوالدة فعمرها مية وعصرة وما زال تتطيب ليك والكسكسوش ومع وانت تتنكح وتتولد ما تكيدين هاد خمسالف درهم وا وال Leslie وفعل هاد كلو بغان الخمسالف درهم ستالف درهم واش خمسالف ستالف درهم هاد تتعيش في المغرب ؟ وإلى لو المرت بطيش يا مرضى وخاص تدير عمالية وإلى هاد كيفاش president غادي تعيش أنت بخمسالف درهم ستالف درهم في الامة هاد�ona هتبع الزر ؟ هاشنو هادة هادية هشنو هادث ما م Company ما المغريب تبدل ولا زعما 6-5000 درهم تعيش مزيلا وانا في اياماتي انا وراء 5-6000 درهم قليلة ما شي حاجة غالي فهمشي نسبة للدرويش وصعب اتقضني اذا كنت متزوج اتقضني كل شي بغي تجوج بيتو كوزينة مع الجيران وتعيش في السطح انت والفلالس اللي هتولد وغادها القادية ما شي مشكل شامان قول لقاء ايو 40 او لا 3000 درهم ما تشتلي اي 3000 درهم اخرى شا انا ما غديش شامان قول لقاء اعطيها النيكاح والبيض النيكاح والبيض ومرا مرا تجيب شي مياد ريال ديال الهبرق شامان قول لقاء ايضا الصيف تمشي تقطع البلوط شامان قدي انا فهمشي تقدني انا 1000 درهم تقدني انا اكل 3000 درهم وشوق عليها نسبة للكروكوش وخمزوش انا وخها ادبا من زوج ما ولا زمان ان شاء الله نحسي بالضروف ديالو فوق الساكل من الاف ديرم نجيك صراحة اربعة الاف ديرم ديرم معين زيان ما عندي لكراف امشي ساكن مع الدار كل شيء في المغرب ساكن مع الدار العالم كله ساكن مع الدار في المغرب ماكينش اللي عايش ببعده ماكينش كل شيء عايش مع الدار تتبقى في الدار وصافي ما مخلص ماذا تخلص لكراف اولو تتشقر لماك الى عنده شيء 100 درهم من هنا من الهيه ماهتي عايشين بحل عايشين تسميهم طوفيليات أهلا مبوس كيف تيكل العايشين المغاربة عايشين بحل الطوفيليات لي بعراصيت يعني عايش ماههههههه تتتتتتيتمص دكشي كامل دماء اللي تتلقاها ماهتة واحد ما ما مستقروا عنده شيء حاجة زع ماهو أخط دام عنده سافيه غادي يكري ولا غادي يشري دار ولا هادئ وباحدهم انا متن تخلص يا اخوانا يا أنا 3.000 درام تعيشني بيخ ملك 3.000 درام أنا أعطني 1.000 درام نعيش ماليك في المغرب ماذا هذا عبثاني؟ بالله ترعب باللي واحد أخونا خور هنا عبثاني مخشي هنا ماذا ترعب؟ ماذا ترعب باللي واحد أخونا هنا ماذا ترعب باللي والموت يقولون أنها أقصي جواب لا هي أنني أبلغ من العامل و هذا كل شيء يتعرّه هذا داخل الطوالة يطمع الرئي علينا و يجب أن يعلمنا شيئا ولكن الرسول هذا شيء يقصر أسلل وما نعاكم عنه الرسول فعلا فنتاب وما أتكم الرسول فخودر وما أتكم عنه فنتاب نحن نتعلمون يوم كيف كانت يقصر الرسول صلى الله أسلل من الجنام كانت تضطر وضأ الصغر أول شيء هو أن تسرنجع يعني أن يجبنا و أنه يدخل الداخلي لكن يؤدي الشرط التي أسميته يجب أن أعطي تأتصد من يخرج هذه بتحصل نحن تضغر باللي في الحياة ومن أحيا سنة أحياه الله يالا سنطر بالضغط الصغر وما كنت تضغر باللي في الحياة كنت تنينه من هذا الفيديو هذا حسنا اسمعنا لأسماءات نحكم هذا إذن ماذا تغلي吗 يقول غفر الله لكم غفر الله لكم وللفريقين جميعا فهم إخوة يذهبون معا إلى مكان الماء فيستقون جميعا ويزدحمون وهم يغرفون الماء وما يؤذي إنسان إنسانا وهم إخوة يعيشون معا عندما يتوقف القتال فهذا أحد المشاركين يقول كنا إذا توقف القتال دخل هؤلاء في معسكر هؤلاء وهؤلاء في معسكر هؤلاء الله ما فهمت شي حاجة هادو التي فرماطيوني هادو أنا الله ما بقيت فهم شي حاجة نصيك لماذا تتهرب من هاي أخويا الهاشمي الحامد الهاشمي الحامد أنت تقول على رأسك حامد أخويا أنت تتفرج في ذك شي دي الهيتم طلعتيا وفاهم الفيديوهات دياله وشنو تيقول وعارفان شنو الأخطأ اللي تندير وذك شي طلع أخويا تشرح لي الأخطاء ديالي بنشوفوه وش كين شي أخطاء ولا شي حاجة أخويا في نوة أخونا حيث كين ليتي تكون تابع الهدية بالطبل وما مثال مواجهة يعني ومتيعة والفارق غير هزل علامو تيجري الشمس تابتة آآ نتديا لنوة التريغل علينا وذا برأة تتلحل لنا صحبي تتلحلنا الفيديوهات اللي فيهم الفيروس لطالما تحدثت الديانات السماوية عن نهاية في العالم آآ شفتو هذا شفتو يسميه الوهود نهاية الأيام تطور الذي لم يسمع عنه الانسان يوماً في حياته قالت لكم بأنه يوم القيامة سيكون في شكال يوم القيامة سيكون زوين، سيكون فيه 5G، سيكون فيه الانترنت سريعاق، سيكون فيه التطور سيكون في ذلك شيء الوعر، سيكون في يوم القيامة يعني ليس يبدأ التخيل الذي لدينا هنا يجب أن تلقى الخيام وبنادم تجريه وذلك شيء يعني هذا يكون غير دار تعاردة أزياء زوينة صراحة هي زوينة ولكن ما كانتش خصة هضر التي رسمت لنا وهي يوم مليئ بالتزاحم والتدافع وعدم الاحترام تطيرنا الفتنة ديها صعبي والله لحشو معليكم زوينة صراحة أنا متافق مع ذلك شي اللي قلت فين هو الفيديو اللي وريتينه شحفتيني أخوي رأني عيني ما فيه مش رابع فرفارة نشوف على قد شنو قدته صافي مو ما الإخوانة نرى أصلا خسنين تلاح شوف غدا غدي يكون مرة أخرى غي باش نديروا تذكير غدا غدي يكون الحلقة اللولة أو الحلقة سافر ديال سلسلة مائدة الأنبياء غدي تكون الحلقة سافر غدا من مور العشاق ما زل ما ما زل ما نحط شوية دابا نحط المنشور باش تشوفوا الوقت وذلك شي حلقة تعارفية مع الأنبياء ديالنق اللي واحد منهم هو اسكيبتيكون العجيب فغدي يكون غدي يكونوا الأنبياء كاملين مائدة الأنبياء عجباتك تصوارتك اسكيبتيكون اسكيبتيكون جمعت دور واعر ديالنقلكم هنا دوري متل اسكيبتيكون نديروا سبويلر نقل لهما اسكيبتيكون ولا بلاش اسكيبتيكون هو سليمان الحاكيم هو سليمان هو النبي سليمان فاسميته ناملاتون وناملاتون وكاين موسع وكاين صلعومتا هو لا شو عيب ما كاينش صعبي كاين غير نخبة من الأنبياء طب لا صعبي مائدة الأنبياء اشحال قد كاين صعبي تحط فيها ديالنس را عمرات يعني را 11 واحد تمارا بزا جاوبة دخونا كايتحداك شكونا دخونا اللي تيتحداني يتحداني باش نمشي باش يمشي هو فرحان باش يمشي مرتاح يعني يقول صافرات تحديته وفرعته وانا غادي فحالي سامير سامير طلع اخويا سامير سامير دير ريز هاند ونحلها لكاين نحيل لك الريد سامير سامير نشوف يمشي الريستريكشنز يلا طلع اخويا سامير صحيح صحيح نوستيك اي صحيح نوستيك صحيح نهار زوين زوين اني هدرت معك مليح مليح بارك نوستيك انا بارك باش نهدر معك حيكاية بارك صرت لليوم وعلا بها عسيت تحت الليل باش نهدر معك هيا تفضل بارك الله وفي شكرا جران جران تليزير نهدر معك اليوم اشتك في المنامة بحيتي انا شكفة واحدة تفيلة نحكي لها فى الخدمة عن الالحاد وهي تقول لي لتضرب على الاسلام وانا نضرب على الالحاد بحيتي الليلة اليوم نمت بللي انا جيبتها لعندك الكانا تضرب باش انت تفهمها سي برسة احبت نهدر معكم مصدين وميرسي عن فورصة هذي اللي اخوة دبت لي الجامب وانت دربت معك شكرا weightame عزيزي شعور م допادل عزيزي العزيزي شكرا مباشر مباشرة هاد الأخت هات ستأخييese أكيد أخيي . اه شير تقنحك على الأطفال ما كانش واحد شير تار نعرفونا ما تخنعوش انتهى شكرا نعزيز سيرتو الأخرى حيث أنا صرت لي نصيك أنا صرت لي أسمع أنا كنت تتبع غير الأخرى شهيد وحامد كل ما تدخل انتهى ده كفر مغربي الخار من الغربة أنا أحبهم لكن لاتخافت انت كفرني القيت رحي أنا أكبر منك أنا عقلك الذي كفارك عزيزي أنا سعيد من أجلك كما تقول الأخراج لا 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 أصبراً الالحاد أنا كنت طائر ما كنت قادة الالحاد نعم 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 تحديث هذه وما التي غالباً تدير هذه الخطوات والتي يكون جيدا للمجهود ليس هذا الذي يكون لا يوجد شيء لا لا تكون صعب هذا الطريق طويلة نوستيك سمحني برك النقطة هذه ليس شيء بحيث أنه كان شخص يقول كيف هذا كان في الدين يعني أكثر يتحهم يقول كيف في الحج نسجد للكعبة وهي وش فيها الداخل أنت تشرح له خلاص هذا يبدو الأخير يتبعك وهو سعليك في الروم بها الليانة نحن نمشي باش نقنعو الناس أكيد ولكن ليس شيء واحد قدر أنه يبعد من الخرافة اللي خاطر عليه ولا على المحيط دياله فهذا هو أدول مهم. نحن واقفين على الثغر من الثغر الإنسانية ما تهمناش تنهضر بلغة الجمع لأنني عالم كبير وكاتب شهير وآديب وشاعر ومفكير وصحفي فالهدف دائما هو إنساني يعني هذا هو ما عندناش أجندة من غير الأجندة الإنسانية هذه الأجندة الواحدة اللي عندنا بخلاف تجار ديالتين طبعاً اللي ما عندهمش أجندة إيمانية فقط بل عندهم كذلك أجندات أخرى شنوبغيت يا أخوي سليماني والله ما ما مشتك شنو كتبتي انت كذلك ما تهكرش على راسك هذا الشيعي مغريبي واعر يضحك على السنة وعلاش أخوي أبغي يضحك على الشيعي مساكن الشيعي بعد داراتي يفرف شو عدينه شيع إذا أعزتي عليكم بالكذب ثم الكذب ثم الكذب ثم الكذب ثم الكذب ثم الكذيب ثم الكذيب هذا الفيديو زوين يعني الفيديو رائع هادي ولكن الصوت دياله شوية مشي تلتمه ما دخلش لي القلبي ثم الكذب ثم الكذيب وهذا يبقى يقول لي خمسين دقيقة دير فيديو في خمسين دقيقة وبزافة صحي خمسين دقيقة فيديو ثم الكذيب ثم الكذيب ثم الكذيب ثم ثم التي أول أول فيديو في التاريخ ديالي ندير لي ديسلايك اوكي لي اخوان انا غاد انتلاح موعدونا غادا وبعد ذلك كل نهار رمضان مبروك عوشكم مبروك اخواننا الصلاعيمة صبروا على الجوع ما عندنا ما نديروا لكم ما عندنا ما نعينا ما نحاولوا يعني انكم ما تصوموش ولكن ما عزيز عليكم الجوع خايفين 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 لتصيدوا واللي يدخلكم يدير لكم خايفين من فوفو خايف الصلعومي خايف من فوفوف رمضان خايفين 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 اتخذها والمؤدين تيه الدنوان مهما يا اخو يا مهما خسكيشة للآدان ولن خسنين سرط عداب أقبل من يبدل الآدان ولن بعد الآد اشحاب الواحد يبقى عياك كل تلتك لا إلا الله. فبزيني وما زالتي السرط مازلتي يخشي في فمو لأخوز. لا إله إلا الله هو نعم. أرمو يا أرمو يا ملكم أصعب على التومير هذه ملكم. كونوا أصعب يعني أن مري أن رمك إلا الله لاتشي وقاتي داك لتي عياء ما يتريغل ويقول بها نحنا وإحنا هدفنا إنساني وإحنا ليس لنا أجندات وانا هديو في الخرطي طبو زلالعين. آر إحنا ربغينا لكم أصعب يبغيناكم تخرجوا من الدين هذا. أو يمشي سجلاشي واحد يديره في شي فيديو بهم. راك عارف دك اقتطاع ديلا هدي. آر إحنا بغيناكم أصعب يتخرجوا من الدين هذا. بينكم تلحدوغ وتوليو ملحي داق. واشغد ديروا بذلك الخرافات هدي. آآ وقال الصوتي ماتي تأمنان إنها ضرب صوتي العادي باش يقدروي إخوانا الصلاعي ما يخدوا هدي الفيديو هدا ويسجلوا يديروا بيشي عاش. إحنا رأي الهدف ديالنا هو أنك تخرج من الدين الإسلامي. هذا هو الهدف ديالنا. وهذا الهدف رأت نقولها لكم غينتوما. فهذا الروم هدي بريفي. ماذا نقول هش أنا في البيبليك. إنا اللي قلتها في البيبليك. غيرك عارف. غات يسمعون الصلاعي ما ودك الشي. فنقول هابيني وبينكم. بأن نحنا هدفنا الأول والأخير هو نخرجوا الصلاعي ما من الدين ديالهم. أنهم يقول لهم ملاحظة. أنهم يقول لهم التهمة يحاربوا الدين الصلاعومي معنا. هذا هو الهدف ديالنا الرئيسي. هذا هو الهدف الأسمى. واللي ما تدير شهد شي هذا فليس بملحي دين حقيقي. باش نكونوا واضحين. أنا سأنا هدر معكم دابا. أنا هشام نوستي كافر مغربي سنهضر معكم. صافي يا صاحبي وش حنا نبقى وش حالة نعطيكم في السجالة. صافي قطع لا يجعل لا يجعل شي بها راكة. صافي هاديرا تصوب بها شي عشرات الفيديوهات. فضيحة كافر مغربي. ديال لين الصوت ديال. آه ابو كوليبة راها فاك. ابو كوليبة ما عنده التشي ضوى في رمضان. ولكن قدرنا بقى نشارك بيه. تكشي ديال شنو قلنا. ديال الناس اللي ما حضروش البداية ديال المباشر. ففرمدان كل نهار غادي نعيشوا قصة ديال صحابي. كل نهار. باش تعرفوا على الصحابة الكيرم. كل نهار قصة ديال صحابي. غادي نعرفوا صحابي جانين. نشوفوا اش كانت يدير. شكون كانت ينكاح. جعل عنده ديال ملك اليامين. نشوفوا قصة ديال كل صحابي كل نهار. غادي نعيشوا مع واحد الصحابي جانين. نشوفوا اش كانت يدير. اشتركوا في القناة